بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بيكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث التجاري إن شاء الله هنكمل في حلقتنا النهاردة مادة الإحصاء اللي حضراتكم بتحبوها ومادة شيقة جداً وخصوصاً موضوع الاحتمالات بدأنا الحلقة اللي فاتت في موضوعات الإحصاء ودرسنا الباب الأول اللي هو باب الاحتمالات وكمان تعرضنا لبعض التعريفات الهامة زي تعريف الاحتمال تعريف الحدث تعريف فضاء العينة تعريف التجربة العشوائية وعاوزين نقولهم مع بعض بسرعة في بداية حلقتنا أول حاجة طبعاً لما قلنا لأيه هو الاحتمال قلتلي يا مستر الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية يبقى تاني مع بعض الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية أو الشاملة طيب قلتلي ايه هي المجموعة الكلية او المجموعة الشاملة قلتلك اللي هي فضاء العينة يبقى ايه هو تعريف فضاء العينة او زي ما فيه ناس بتحب تسميه فراغ العينة قلنا فضاء العينة او فراغ العينة هي جميع النواتج الممكنة او هي المجموعة الشاملة كمان قلتلي ان فيه تعريف اسمه الحدث ايه هو الحدث قلتلك الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة جزء من فضاء العينة اللي عند حضرتك اخترناه تمناه الحدث زي ما خدنا بعض التجارب وهنشوفها دلوقتي مع بعض تاني في تمارين كتير جدا جدا ان شاء الله بعد كده عرفنا تعريف مهم جدا اسمه التجربة العشوائية قلنا ساعتها ان التجربة العشوائية هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها دون الجزم اي منها سوف يقع يعني انا قلتلك في مباراة نهاية الكرة القدم قلت له مستر معروفة النتيجة بتاعتها تكون يفوز يخسارة يعني حضرتك عارف كل اللي هيحصل ولكن ما تقدرش تحدد مين الفريق اللي هيفوز او مين الفريق اللي مش هيفوز يبقى التجربة العشوائية هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها دون الجزم اي منها سوف يقع بعد كده دخلنا في تجارب الاحتمالات اللي عندنا وقلنا اهم تجربة كانت عندنا بتجربة القاء قطعة النقود وتجربة القاء ظهرة النلب هفكر حضرتك بتجربة القاء قطعة النقود العملة المعدنية اللي معها حضرتك على طول بيكون فيها وجهان لو طلعت من جيبك الوقت قطعة معدنية جنيه او اي قطعة معدنية هتلاقي ان الجنيه ده ليه وجهين وجه فيه كتابة ووجه فيه صورة او وجه فيه صورة ووجه فيه كتابة يبقى هنا قطعة النقود لو رميتها قلتلي حضرتك هتطلع ايه بيرفو عليك سامعك وانت بتقولي صورة وكتابة ده فضاء العينة يبقى الصورة او الايه او الكتابة يبقى فضاء العينة بتاعي هيكون الفه بتساوي صاد وكاف طب قلتلي لو رميناها مرتين قلت لك برافو عليك عملنا حاجة جميلة اول الحلقة اللي فاتت وعملنا الشجرة البيانية وعرفت ان في الشجرة البيانية فاول رمي يطلع صاد وكاف وبعدين من كل صاد اخد صاد وكاف من كل كاف اخد صاد وكاف يبقى عندي اربع نواتج في فضاء العينة اللي هو صاد وصاد وصاد وكاف وكاف وصاد وكاف وكاف وبعدين قلنا كمان ان اقدر رمي قطعة النقود تلات مرات وعملنا الشجرة البيانية للتلات مرات وهتقابلنا في تمرين وهنشوفها بعد كده دخلنا في تجربة القاء زهرة النارد اللي هو المكعب اللي فيه ستة اوجه اللي كنت بتلعب به السلم والتعبان او بيلعبوا به الطاولة اسمه زهرة النارد او اسمه حجر النارد حجر النارد ده مرقم بالارقام من واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة قلت لي يبقى ايه زن لو انا رميت زهرة النارد دي هيطلع معايا كام برفع ليه قلت لي يطلع واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة ودي التجارب اللي اشتغلنا عليها في الحلقة اللي فاتت عايزين بسرعة نبدأ نشوف تجارب جديدة وافقار جديدة وقوانين جديدة في الاحتمالات على شاشتكم المفضلة شاشة مصر للتعليم الفني نبدأ في حلقتنا في موضوع الاحتمالات قلنا بالنسبة لموضوع الاحتمالات اللي عندي اول حاجة لما قال لي عرف كل من عرف كل من الاحتمال والحدث والحدث المؤكد طبعا قلنا برضو في الحلقة اللي فاتت ايه هو الحدث المؤكد وهو الحدث المستحيل وختمنا الحلقة بالاحداث المتنافية والاحداث غير المتنافية نشوف مع بعض على الشاشة بيقول لي عرف الاحتمال طبعا قلنا الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية نقول تاني مع بعض زي ما احنا شايكين على الشاشة عرف الاحتمال الاحتمال هو ايه هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الشاملة أو الكلية طيب ده كان تعريف الاحتمال طالب كمان تعريف الحدث ايوه مصطر احنا قلنا دلوقتي الحدث هو جزء من فضاء العينة يبقى الحدث ده مجموعة جزئية من المجموعة الشاملة الحدث هو جزء من فضاء العينة كمان عايزك تقول لي إيه هو الحدث المؤكد برافو عليك قلت لك الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فيه يبقى أنا عندي عناصر فضاء العينة لو هي قد عناصر الحدث الحدث ده نقدر نقول عليه أنه حدث مؤكد وطبعا احتمال الحدث المؤكد بكام يا شطار برافو عليك سامعك اللي كان متابع معايا من الحلقة اللي فاتت قال لي احتمال الحدث المؤكد بيساوي واحد صحيح يا مصدر تمام برافو عليك لانها نفس الارقام اللي موجودة او نفس العناصر اللي موجودة في الفيه زي لما قلنا قبل كده في تجربة القاء ظهرت نارد مرة واحدة قلتلي فيها الفيه بتساوي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة طيب كان المطلوب ايه بقى حدث ظهور العدد ستة او ستة فاقل حدث ظهور العدد ستة فايه فاقل ستة فاقل وقلتلي يا مصدر يعني الستة والخمسة والاربعة والثلاتة والاثنين والواحد اذا كل العناصر اللي في الحدث موجودة كلها فين في الفيه وانت مغمى تقول لي يا مصدر ده حدث مؤكد ده عناصره بتساوي عناصر فيه برافو عليك يبقى الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة احتمال الحدث المؤكد تقول لي عد عناصر الحدث كده عدتهم لقيتهم ستة طيب عد عناصر فيه ستة اقسم بقى ميم على نون تقول لي ستة على ستة فيها الواحد الصحيح برافو عليك لان احتمال الحدث المؤكد بيساوي سمعت واحد صحيح طيب خدنا نقع تاني من الاحداث يا مصدر الحلقة اللي فاتت لما قلتلك احتمال ظهور الشمس ليلا قلتلي لا يا مصدر الكلام ده ما يحصلش اذا هذا حدث مستحيل هذا حدث ايه مستحيل لو قلتلي في تجربة القاء زهرة نارد مرة واحدة تمام سمعت قلتلي فضاء العينة بيساوي الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة اعايز ايه بقى مني في الحدث المستحيل ده يقول لي احسب احتمال ظهور العدد سبعة ظهور العدد كام سبعة هنا العدد سبعة يا اسادزة على طول براحتك كده معايا اعزائي طالبت وطلبات تصف السنة التجاري العدد سبعة ده موجود عندك في فضاء العينة قلتلي لا يا مصدر مش موجود اذا ده حدث مستحيل طيب الحدث المستحيل رمزه ايه برافو عليك رمزه فاي سمعت طالب بيقول لي سفر اقول له لا بالراحة الحدث المستحيل رمزه فاي انما احتماله صفر يبقى فيه فرق بين الحدث والاحتمال الحدث المستحيل رمزه ايه فاي انما احتماله صفر لانه مش موجود معانا او مجموعة خالية فضاء العينة يبقى نرجع تاني للتمرين بتاعتنا وعايزين نشوف حاجة مهمة جدا جدا في اول قواعد الاحتمالات في قواعد الاحتمالات انا عايز اشوفها معاكم بالراحة كده على الورقة حضرتك بتقول لي فيه حاجة اسمها قواعد الاحتمالات Avant الاحتمالات دي عبارة عن ايه لما يقول لي لو انا عندي حدثين الف الحدث الف والحدث به فبيقول لي احتمال الحدث الف حنشوفهم مع بعضة هه لو انا عايز اجيب حاجة اسمها الاتحاد كلمة اتحاد معناها يا مستر تعالوا معنا هنا نقول الاتحاد اسمها احتمال الف اتحاد به اسمها ايه الف اتحاد به احتمال الف اتحاد به دي معناها ايه تقول لي معناها كلمة او معناها كلمة ايه او يبقى لما شوف كلمة او اقول له دي معناها احتمال الف اتحاد به طيب يا مستر دي لها قعدة طبعا لها قعدة ظريفة جدا هنقولها مع بعضها هنكتبها عشان اعزقي طلبة وطلبات الصف السلس التجاري هيركزه ولو بصته في امتحانات قديمة هتلاقي القعدة دي مشهورة جدا جدا في اسئلة الامتحان لما تيجي تقول لي يا مستر انا عاوز احتمال الف اتحاد به اقول لك بمنتهى البساطة تقول لي احتمال الف زائد احتمال البه ناقص احتمال الف تقاطع به يبقى الاتحاد بيساوي ايه تاني الاول زائد التاني ناقص تقاطع الاول والتاني تبقى عاوز تقول لي احتمال الف اتحاد به اقول لك بيساوي احتمال الف زائد احتمال به ناقص احتمال تقاطعهم مع بعض طيب يا مستر هو التقاطع عبارة عن ايه برافو عليك ده سؤال جميل قلتلك التقاطع بياخد الرمز ده وكلنا درسناها في ابتدائي واعدادي احتمال الف تقاطع به اللي هي كلمة و الجزء المشترك بين الحدثين اذا انا عندي قعدة الاتحاد بيساوي الف زائد به ناقص التقاطع طيب يا مستر القعدة دي تصلح لكل الاحداث ده سؤال جميل اوي 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 يعني حضرتك القعدة دي اي اتحاد تبقى الف زائد به ناقص التقاطع اقول لك اذا لازم نرجع للحلقة اللي فاتت ونفتكر ان فيه احداث اسمها الاحداث المتنافية وفيه احداث اسمها الاحداث غير المتنافية طب فكرنا كده بسرعة يا مستر عشان نحل تمارين معاك اقول لك الاحداث المتنافية هي الاحداث الذي اذا وقع احدها يمنع وقوع الاخر يعني اذا ظهر احدها ما يظهرش الاخر زي ايه يا مستر قلتلك زي قطعة النقود لو رميت قطعة النقود لو ظهرت الصورة تقول لي مش هتظهر الكتاب يبقى فعلا وقوع أحدها يمنع وقوع الآخر إذا ظهرت الصورة لا تظهر الكتابة طيب إذا ظهرت الكتابة لا تظهر الصورة يبقى الأحداث المتنافية أو المتعرضة إذا ظهر أحدها يمنع ظهور الآخر طيب في حاجة تانية يا مصدر اسمها الأحداث غير المتنافية اسمها إيه؟ أحداث غير متنافية يعني إذا ظهر أحدها لا يمنع ظهور الآخر زي ما قلنا شركة أدوات كهربية عندها غسلات وعندها تلاجات هل لو الشركة دي باعت الغسالة يمنع بيع التلاجة تقول ليه يا مستر ما ينفع يبيع الغسالة والتلاجة مع بعض شوف حضرتك قلت ايه مع بعض يبقى هنا ينفع الغسالة مع التلاجة او ينفع ظهور الحدث ألف مع ظهور الحدث به اذا هذه احداث غير متنافية او غير متعرضة ازاي يفرق بقى بقى من الحدث المتنافية والاحداث غير متنافية تقول في الاحداث المتنافية اذا وقع احدا يمنع ظهور الآخر اشهر مثل لها قلناها الصورة والكتاب في الاحداث غير المتنافية اذا وقع احدها لا يمنع ظهور الآخر يعني ينفع الاتنين يزهروا مع بعض تمام زي قلت لك بيع الغسالة والتلاجة تمام ما فيش مشكلة عندي في الجزء ده طيب هنا بقى المشكلة عندك فين في قعدة لايه الاتحاد فإن هنا حضرتك قلت كلمة لازم كلنا ناخد بالنا منها إنهما لا يمكن ظهورهما أو وقوعهما معا كلمة معا دي اللي هي واه؟ يعني التقاطع يبقى إذن الأحداث المتنافية لا تتقاطع بالراحة بقى ثاني الأحداث المتنافية لا تتقاطع يعني احتمال ألف تقاطع به بصف يبقى هنا ما فيش تقاطع للأحداث المتنافية تبدأ يأثر علينا إيه في شغل الاتحاد أقولك هنا في قاعدة الاتحاد إذا قالك إن دي أحداث متنافية تقوله الاحتمال ألف اتحاد به بيسوي ألف زائد به فقط فقط ما قدرش يقول تقاطع لإني ليس لها تقاطع يبقى ممكن يقولي في سؤال أكمل الأحداث المتنافية ليس لها نقط يبقى ليس لها تقاطع ما بيظهروش مع بعض يبقى في الأحداث المتنافية احتمال التقاطع بكام يا شبطار مرفع عليك قلت لي بصف طيب إذن لما جاء عمل قاعدة الاتحادة تقولي احتمال ألف اتحاد به بيسوي احتمال ألف زائد احتمال به تقولي ناقص التقاطع قولك لا مش ناقص التقاطع لأن هنا التقاطع بصفر يبقى احتمال ألف اتحاد به بيسوي احتمال ألف زائد به ناقص التقاطع إمتى يا مستر أقولك وذلك للاحداث غير المتنافية يعني ايه يا مستر الكلام ده يعني القعدة دي تصلح للاحداث ايه غير المتنافية طيب افرد بقى يا مستر راح جاي قيل لي انه الف وبه قال لي ايه كده قال لي عندي الف وبه حدثان ركز معايا ركزي معايا حدثان ايه متنافيان حدثان ايه يا شطار متنافيان اذا احتمال الف اتحاد بحضرتك يا مستر قل ان دي احداث ما لها سمعك ونت بتقول لي احداث ايه متنافية اذا احتمال الف اتحاد ب بيساوي احتمال الالف زائد احتمال اهل به ممتاز فين يا مستر احتمال التقاطع اقول لك لا ركز في التمرين تاني ده بيقول لي اني دول احداث ايه متنافية والاحداث المتنافية لا تتقاطع اذا الاتحاد هيكون الف زائد به فقط فقط برافو عليك يعني لما يجيني سؤال يقول لي اكمل اذا كان الف اذا كان الف وبه حدثان متنافيان فان احتمال الف اتحاد به تقول لي برافو عليك بيساوي احتمال الف زائد احتمال به طيب اذا كان الف وبه حدثان غيره متنافيان فان احتمال الف اتحاد به تقول لي بيساوي احتمال الف زائد احتمال به ناقص احتمال التقاطع ده كلام كويس جدا 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 فممكن مع بعض نشوف تمرين سريع على الجزئية ده هيت ونقول بسرعة التمرين ده بيقول ايه بيقول لي على الشاشة معانا اذا كان احتمال بيئة السلعة الف باربعة من عشرة يبقى اذا كان احتمال بيئة السلعة الف زي ما انت شايف على شاشتك احتمال بيع 6 عالف بيسوي كام 4 من 10 وطبعا شطار وحلوين وفاكيين الحلقة اللي فاتت لما قلنا الاحتمال بيتراوح بين الصفر والواحد الصحيح الموجب لا يوجد احتمال سالب ولا يوجد احتمال اكبر من الواحد يعني في احتمال صفر طبعا ده حدث مستحيل في احتمال اكبر من الصفر وقال من الواحد ده حدث محتمل في احتمال واحد صفر طبعا ده حدث مؤكد ولكن لا يزيد عن الواحد الصحيح نشوف بقى التمرين بتاعنا تاني بيقول لي يا مستر اذا كان احتمال بيع السلعة الف على الشاشة هو بيسوي 4 من 10 احتمال بيع السلعة الف كام 4 من 10 واحتمال بيع السلعة به 6 من 10 اذا ادالك الف والدالك به واحتمال بيع السلعتين معا شاطر برافو عليه سامع طالب شاطر وطالبة شطرة اول ما شافوا كلمة معا قالوا يا مستر جا التقاطع ده ايه التقاطع اذا انا عرفت ان ده احتمال الف باربعة واحتمال به بكام بستة تقول لي واحتمال بيع السلعتين معا بكام بتلاتة احسب احتمال بيع السلعة الف او به حد فكر كلمة او دي من شوية قلناها ايه سامعك برافو عليك انت قلت لي كلمة او اللي هي قاعدة الاتحاد يبقى هنا المطلوب من ساعتك انك تجيب احتمال الف اتحاد به عايز تجيب ايه تاني احتمال الف اتحاد به طب انا سامح حد بيقول لي كده سمعني برافو عليك احتمال الف اتحاد به يا مستر بيساوي احتمال الف زائد احتمال به ناقص احتمال التقاطع برافو عليك طب ما هو مدي لك احتمال الف بكام بستة من عشرة واحتمال به باربعة من عشرة ناقص احتمال التقاطع تلاتة من عشرة فاذا لما اجي احل له هقول له احتمال الف اتحاد به بيساوي المستر لسه ايه لنا احتمال الف زائد احتمال به ناقص احتمال الف تقاطع به يبقى نعوض هشيل احتمال الف وحط كام برافو عليك أربعة من عشرة من التمرين بتاعك اهو احتمال آلف كان بكام كان باربعة من عشرة واحتمال به كان بكام بستة من عشرة والتقاطع بتلاتة اذا لما راح حل يساوي أربعة من عشرة زائد ستة من عشرة ناقص التلاتة من عشرة يطلع معاجب الآلة الحزبة وبالمناسبة اتكلمنا في المرة اللي فاتت على موضوع الآلة وانتلك وانت بتحل على الآلة اكتب الرقم من الشمال علامة أربعة زائد علامة ستة ناقص علامة تلاتة ما تكتبش الرقم الأول بكتب العلامة الأول يبقى لو في علامة عشرية بكتب العلامة الأول يبقى تقول لي على الآلة مع بعض أنا شايفك وانت مسكت الآلة الحزبة بربو عليك الشاطر اللي مسك الآلة وعايد يطلع الناتج بأيديه بيقول لي علامة أربعة زائد علامة ستة ناقص علامة تلاتة يلا دوس يساوي طلع معاك علامة سبعة إذن احتمال ألف اتحاد به بيساوي 7 من 10 ده كلام كويس جدا 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 ده علشان دي كانت أحداث غير متنافية عرفت منين يا مصدر إنها أحداث متنافية ارجع للتمرين تاني هتلاقيه مديلك تقاطع هتلاقيه مديلك ألف وبه معا اللي كانت 3 من 10 إذن دي أحداث غير متنافية كمان عايز أفكر حضرتك بسؤال من الحلقة اللي فاتت كده بس عايزين نحسب فيه الاحتمال براحتمة ولكن كان فيه فكرة لذيذة جدا جدا وإن شاء الله فكرة شيقة وهتعجبكم الناس كتير شطرة أول ما بتشوف الأرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 قولي آه بس دي تجربة ظهرة النارد مين قالك كده مين قالك إن كل الأرقام دي تكون ظهرة نرد أيوة يا مستر حضرتك قلت الحلقة اللي فاتت في تجربة ظهرة النارد فضاء العينة بيساوي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 صح أنا باعترف قدامك إن أنا قلت كده إنما لو أنا جيت في تمرين قلتلك إذا علمت أن فيه بتساوي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تقدر تقولي لأ إزاي يا مستر أنت قلت آخرنا 6 لأ أنا قلتلك آخرنا 6 فين فيه ظهرة النارد إنما لما قلتك فيه بتساوي يبقى دي مش ظهرة نرد ده تجربة ممكن يكون صندوق مرقم بقرات من صندوق به قرات مرقمة من 1 ل 9 صندوق به قرات مرقمة من 1 ل 5 إذن إنت ما تحصرش نفسك في موضوع ظهرة النارد ما اشتغلهاش حجر نرد أو ظهرة نرد إلا إذا حددت لي في التمرين برافو عليك وشطار يعني يا أولاد يا حلوين تاني نقول إيه؟ بيقول لي إذا علمت أن فضاء العينة فيه بتساوي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 كده أخرك خمسة ما قاليش إنها ظهرة نرد نرجع للشاشة ونقولي الفكرة دي تاني لأن الفكرة دي جت في امتحان سابق وناس كتير قوي في حلتها عشان هما شطار وناس تانية يعني اطلقباتوا فكروها ظهرة نرد وكملوا على إنها ستة ودي هتأثر على النواتج اللي معنا تعالي نشوف تاني على الشاشة بيقول لي إذا كانت فيها بتساوي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 فقط يا مستر فينس ستة أنا ما قلت لكش إنها ظهرة نرد خلاص أنا آخري إن دي كام خمسة برافو عليه كان ممكن يقولك صندوق به قرات مرقمة من الواحد لكام لخمسة طيب عايز مني إيه بقى يا شطار احسب احتمال ظهور عدد فرد ممكن تطلع لي الأعداد الفردية اللي معانا على الشاشة طبعا نقوليكو شطار وذكرناها الحلقة اللي فاتت قلت لي الأعداد الفردية يا مستر 1 و 3 و 5 كم عدد برافو عليك 3 ده كده الحدث حضرتك قلت لي 1 و 3 و 5 عددهم كام 3 طب ممكن تشوف فضاء العينة كام رقم برافو عليك 5 اللي هو كان 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هنا بقى أنا عايز الاحتمال هقوله 3 على كام على 5 هقوله 3 على 5 يعني يا مستر لما كتبنا فضاء العينة تاني حضرتك قلت لي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 طيب يا مستر ده الفضاء كله لحد خمسة اتفعنا خلاص ما فيه 6 حدث ظهور عدد فردي قلت لي يا مستر خلاص 1 و 3 و 5 حفظناه طيب ده الحدث الحدث هو عبارة عن مجموعة من العناصر جزئية من فضاء العينة تمام طيب الاحتمال خلي بالك الاحتمال هو عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فيه برافو عليك عدد عناصر الحدث كم عنصر؟ 3 عناصر عدد عناصر فيه كم عنصر؟ برافو سامعك وانت بتقول لي 5 من 6 انت جاي تغلطني لا مش هغلط عدد العناصر 5 وليست 6 في فيه اذا هقسم 3 على 5 طلعت 6 من 10 ممتازين شطار جدا 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 عندي كمان بيقول لي اذا كانت فيه بتساوي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 لا يا مستر انت قصد بقى تجيب المسألة دي علشان تعلمني الفرق بين دي و دي تمام انت بتلتزم بعناصر فيه اللي جايلك في الانتحان جايلك في السؤال فيه لحد 5 يبقى ساعدتك هتلتزم بالحد 5 جايلك لحد 6 هتلتزم لحد 6 جات 7 جات 9 انت ملتزم بالفضل اللي بيجيلك طب اذا قال ظهرة نرد لا هنا انت ملتزم بظهرة النارد اللي اخرها كام يا شطار برافو عليك اللي اخرها 6 اذا لما هنا جايلي في التمرين بيقول لي فضائي العينة بيساوي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 او كان ممكن يقول لي صندوق به كرات مرقامة بالارقام من 1 ل 6 او كان ممكن يقول لي ظهرة نرد عايز اكتب فضائي العينة اقول لي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 اذا عايز مني ايه بقى في السؤال هو الداني الفضل عايز مني ايه في السؤال اوجد احتمال ظهور عدد زوجي واولي عارفين يعني ايه زوجي واولي يعني الرقم اللي مشترك بين الزوجي والاولي انا سمع ناش شطر ليتلي طب ما احنا عارفين الزوجي اللي هو 2 و 4 و 6 برافو عليك ده الزوجي طب الاولي قلتلي الاولي اللي هو كام 2 و 3 و 5 من اللي اتكرر في الاثنين قلتلي الاثنين يا مستر اذا حدث ظهور عدد زوجي واولي ما فيش غير الاثنين هي اللي مشتركة بالاثنين برافو عليك انت صح اذا احتمال ظهور عدد زوجي واولي بيساوي رقم واحد من اصل ستة ارقام يبقى واحد على ستة طيب تعالوا معايا بقى تاني نقول حاجة جميلة جدا في موضوع الاحتمالات عندي قاعدة تانية عايزين نركز مع بعض في القاعدة دي اللي هي قاعدة التقاطع قاعدة ايه؟ التقاطع يا مستر احنا اخدنا الاحتمال واخدنا قاعدة الاتحاد تعالوا نشوفها مع بعض على الورقة هنشرح مع بعض قاعدة اسمها قاعدة التقاطع قاعدة التقاطع دي يا حلوين يا شطار برافو عليكم بتقول لي التقاطع دي معناها ايه؟ معناها وا زي ما شايفينها على الورقة هي التقاطع معناها ايه؟ وا يبقى دي كلمة التقاطع معناها و او كلمة معنى كلمة و او كلمة معنى طيب التقطع دي بتيجي ازاي يقولك لو انت فهمت قاعدة الاتحاد بدل لتنين التقطع الاتحاد مع بعض يعني يا مستر لازم الاول تقولي احتمال الف تقطع به هيساوي الاول اللي هو احتمال الف زائد التاني اللي هو احتمال به ناقص انت في الاتحاد كنت بتقولي الاول زائد التاني ناقص التقطع لا هنا عايز اقولك الف زائد به ناقص الاتحاد يبقى الاتنين بيجوا من بعض يبقى هنا عايز التقطع اقوله الف زائد به ناقص الاتحاد طيب لو عايز الاتحاد اقوله الف زائد به ناقص التقطع بس خلي بالك اهو خلي بالك في الأحداث المتنافية أو الأحداث المتنافية مالها بقى لا لا تتقاطع برافو عليكم الأحداث المتنافية مالها لا تتقاطع مش ممكن حدثين متنافين يتقاطع يبقى احتمال ألف تقاطع بها في الأحداثة المتنافية بيسوي سفر تمام يعني يا مصر كده حزاك قلتلي قعدة للتحاد وقعدة التقاطع قاعدة الاتحاد ألف اتحاد به بيساوي باحتمال ألف اتحاد به بيساوي احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال ألف تقاطع به طب قاعدة التقاطع قلتلي احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال ألف اتحاد به ده كلام كويس جدا فيه قاعدة بقى جميلة جدا 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 لازم حضراتكم نشوفها مع بعض فيه قاعدة اسمها قاعدة الفرق قاعدة ايه الفرق يعني ايه قاعدة الفرق لما يقول لي وقوع الحدث ألف فقط وقوع الحدث ألف فقط معناها إيه دي يا مستر؟ معناها وقوع ألف وعدم وقوع به يبقى احنا بنقول لي في قاعدة الفرق بقول له وقوع الحدث ألف وعدم وقوع به اللي هي بنسميها احتمال ألف فرق به فيه ناس ثانية أو موجودة طبعا في كتاب الوزارة اللي هو المرجع الأساسي والوحيد لنا كلنا يعني يا جماعة أنا بحب أكد على الفكرة دي محدش يجيب أفكار من بره كتاب المدرسة حل أفكار كتاب المدرسة لن يخرج عنه الامتحان كتاب المدرسي هو المرجع الأساسي والوحيد للمنظومة كلها فبقول له بقى في كتاب المدرسة بيقول لي ايه احتمال ألف فرق به هي هي احتمال ألف تقاطع به شرطة معناها يا مستر معناها وقوع الحدث ألف وعدم وقوع به يبقى أنا لما أقول لك وقوع الحدث ألف وعدم وقوع الحدث به تقول لي هي لها شكلين ممكن تسميها احتمال ألف فرق به وممكن تسميها احتمال ألف تقاطع به شرطة أو احتمال به شرطة تقاطع ألف مفيش مشكلة إن أنا أعكس الرمزين بالنسبة للموضوع التقاطع لأنها إبدالية يبقى إذن احتمال ألف تقاطع به شرطة هي احتمال ألف فرق به واسمها قاعدة إيه الفرق تعالوا مع بعض نشوف قاعدة الفرق دي ممكن نعملها بطريقة ظريفة جدا أي فرق في الدنيا أي مسألة فرق أقول له الأول نقص التقاطع ما احنا خدنا الأول التقاطع يعني عايز تقول لي يا مستر إن احتمال ألف فرق به بتسوي احتمال ألف نقص احتمال التقاطع ألف تقاطع به برافو عليه خوة ده اللي أنا أقصده بالزبط يعني عايز أقول لك احتمال ألف فرق به بيساوي احتمال ألف نقص احتمال ألف تقاطع به طب إذن بقى يا مستر احتمال به فرق ألف تاني تاني احتمال به فرق ألف اللي هو احتمال وقوع الحدث به وعدم وقوع الحدث ألف تمام دي معناها هي تقول لي إذن احتمال به فرق الف بيساوي احتمال الاول اللي هو احتمال به ناقص احتمال التقاطع يبقى هنا قلنا على طول الاحتمال به ناقص احتمال الف بيساوي الاول ناقص التقاطع طيب عندي كمان خلي بالك معايا في موضوع الاحتمالات قلنا قاعدة الاتحاد قلنا قاعدة التقاطع قلنا قاعدة الفرق كم قاعدة يا شطار طيب هل هنا الفرق في مشكلة لو الاحداث متنافية اقول لك برافو عليك ده سؤال زكي جدا بحييك على انك متابع الحلقة وقاعد مسحصح معانا ومركز تقولي في الاحداث المتنافية حضرتك قلت من شوية ان الاحداث المتنافية لا تتقاطع حصل برافو عليك طيب ما هو انت هنا بتقولي في الفرق احتمال الف فرق به بيسوي احتمال الف نقص التقاطع عجب لك التقاطع من برافو عليك ده سؤال جميل قوي تقولي بقى في الاحداث المتنافية احتمال الف فرق به بيسوي احتمال الاول فقط يعني احتمال الف فقط واحتمال به فرق الف تقولي الاول فقط يبقى احتمال به فقط ما فيش تقاطع لانها احداث ايه متنافية هنقولها مع بعض اهو تاني في الاحداث المتنافية اهو في الاحداث المتنافية احتمال الف فرق به بيساوي احتمال الالف فقط سمعك وانت بتقول لي كلمة فقط بربو عليك لان لا يوجد لا يوجد في الاحداث المتنافية تقاطع تدرد بالمثل يا مستر لو دول في احداث متنافية وانا عايز اجيب احتمال به فرق الف مش انت قلت انها متنافية يعني ملهاش تقاطع بربو عليك تقول لي احتمال الاول فقط اللي هو مين احتمال البه فقط طيب اذا كان الف وبه حدثان غير متنافيا حدثان ايه غير متنافيا تقول لي يا مستر اذا احتمال الف الفرق به بيساوي لا هنا بقى هتقول لي الاول ناقص التقاطع الاول ناقص ايه التقاطع يبقى في فرق من الاحداث المتنافية والاحداث غير المتنافية متنافية ركز كويس في الجزئية دي الاحداث المتنافية لا تتقاطع الاحداث الغير متنافية تتقاطع لذلك اي قانون فيه تقاطع يبقى شير التقاطع وانت بتعمل القانون في الاحداث المتنافية يبقى لو اي قانون موجود فيه تقاطع زي قانون الاتحاد قانون الفرق وانت بتعمل احداث غير متنافية لو سمحت شير التقاطع من القانون وكتبه زي ما هو تاني او بدون التقاطع يبقى انت حالة صح جدا 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 لذلك عندنا تمرين مع بعض بيقول لي ايه التمرين ده بيقول لي لو انا عندي احتمال الف بيقول لي اذا كان احتمال الالف بكام باربعة من عشرة تمام ده السؤال اللي بيقول كده احتمال الف بكام باربعة من عشرة واحتمال البه كان بخمسة من عشرة يبقى انا عندي حدثين الف وبه احتمال الحدث الف بكام باربعة من عشرة واحتمال الحدث به بكام بخمسة من عشرة تمام ده كلام كويس جدا حضرتك بقى قدتني حاجة جميلة قوي اللي هي احتمال الف تقاطع به كان باتنين من عشرة طيب دي مقطعات التمرين احسب عايز مني ايه مستر اول مطلوب عندي عايز احتمال الف اتحاد به تاني مطلوب عاوز احتمال الف فر به ده تمرين الحقيقة تمرين سهل جدا 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 والناس اللي مركزة معانا من اول حلقتنا هيبتدوا يحلوا معانا بمنتهى البساطة سامع الناس بتقول لي يا مستر الاول اقول قاعدة الاتحاد قاعدة الاتحاد دي الناس الشاطرة اتهالي اعتلي احتمال الف اتحاد به احنا حفظناها معاك على شاشة مصر التعليم الفني يا مستر بتقول لي الف اتحاد به بيساوي احتمال الالف تمام برافو عليك زائد احتمال به ناقص احتمال الف تقاطع به كتبت القانون وكتبت القاعدة برافو عليك تقدر بعد كده تبتدي تعود وتشيل كل حاجة وتحط قمتها طيب عايز اعود بالكلام ده اقول له ايه يا مستر اقول له اشيل احتمال الف اهو هعود تعويض مباشر وقول له احتمال الالف كان بكام كان باربعة من عشرة طب عود تعويض مباشر احتمال البيه كان بكام كان بخمسة من عشرة طيب احتمال التقاطع كان باتنين من عشرة يلا مع بعض نحسبها اربعة من عشرة زائد خمسة من عشرة ناقص اتنين من عشرة يساوي سبعة من عشرة يساوي كام؟ سبعة من عشرة يبقى برفع عليك جبت احتمال الاتحاد بيساوي ألف زائد به ناقص التقاطع يا مصدر ده كان فيه مطلوب تاني المطلوب التاني ده كان بيقول ايه؟ كان عايز احتمال ألف فرق به وزي ما قلنا احتمال ألف فرق به بيساوي الأول ناقص التقاطع أي مسألة فرق احتمال ألف فرق به بيساوي احتمال ألف ناقص احتمال التقاطع طب يا مصدر لو كان طلب به فرق ألف هتقول احتمال به ناقص احتمال التقاطع بنرجع تاني للتمرين بتاعنا وبنركز ودايما الرياضة والإحصى قائمين على الفهم والتحليل والاستنبار ما تحفظ لو حفظت القانون آه ده قانون انما انا عايز افهم الفكرة لما يقول لي كلمة أو او احد الحدثين على الأقل لأ دي خلاص انا فهمها انه هو ايه اتحاد اقول احتمال ألف اتحاد به بيساوي احد الحدثين على الأقل او احتمال وقوع الحدث ألف او به يبقى طبعا كل المصطلحات دي يتمعناها الاتحاد جبت الاتحاد عاوز الفرق بعرفه ازاي الفرق لو جابها لي مسألة كلامية هيقول لي احسب احتمال وقوع الحدث ألف وعدم وقوع الحدث به يبقى دي مسألة فرق على طول اقول احتمال ألف فرق به بيساوي احتمال الف ناقص احتمال التقاطع يبقى اذا احتمال الف سرق به بيساوي احتمال الف ناقص احتمال التقاطع طيب التمرين اللي حضرتك ادي تقول تلي كان الف باربعة من عشرة وبه بخمسة من عشرة والتقاطع اتنين من عشرة انا عايز مين انا عاوز الفرق اقول لك احتمال الف سرق به بيساوي الاول ناقص التقاطع الاول اللي هو كان الف باربعة من عشرة والتقاطع كان اتنين من عشرة تعالوا نشوفها مع بعض ونكتبها وقل لكم ان شاء الله تكونوا حلطوها انا شايفكم انتم مسكين الورقة والقلم وطلعتوا الناتج قبلي ممتازين طبعا وان شاء الله نتمنى من ربنا ان يوفقكم وتجيبوا اعلى النمر والدرجات في الدنيا كلها تعالوا شوف معايا بقى كده احتمال الف فرق به اهو كتبناها احتمال الف فرق به على الورقة قدامك احتمال الف فرق به بيساوي الاول ايوة مين اللي جي الاول بيرفو عليك قلتلي احتمال الف ناقص احتمال التقاطع يبقى احنا قلنا احتمال الف فرق به بيساوي احتمال الف ناقص احتمال التقاطع طيب يا مستر مهانا معايا احتمال الف كان بكام فوق كان باربعة من عشرة كان بكام طيب احتمال التقاطع بيرفو عليك كان باتنين من عشرة لما نمسك الالة الحزبة ونقول علامة اربعة ناقص علامة اتنين يطلع اتنين من عشرة يبقى انا كده جبت المطلوبين اللي حضرتك كنت طالبهم عندي في السؤال اللي جالنا احتمال الف كان باربعة من عشرة احتمال بيه كان بخمسة من عشرة احتمال التقاطع كان باتنين من عشرة اذا لما يدي لك تمرين زي كده لما يدي لك تمرين يقول لك احتمال الف واحتمال بيه واحتمال التقاطع هيطلب منك ايه مثلا طلب الاتحاد بتقول احتمال الف اتحاد بيه حفظناها كتير يا مستر النهاردة بيسوي احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال التقاطع طيب لو طلب احتمال ألف فرق به تقول لها بيسوي احتمال ألف ناقص احتمال التقاطع عندي كمان مجموعة من التمرين على بعض المسائل المهمة بس قبل ما دي تمرين مهم عايزة فكرك ان انا قلتلك التقاطع التقاطع ممكن انا حسبه مش دايما يديلك التقاطع في السؤال انت ممكن يديلك الاتحاد في السؤال ومن الاتحاد سيادتك تقدر تحسب التقاطع يعني لما يديني تمرين ظريف كده يقول لي إذا كانت احتمال ألف إذا كان احتمال ألف بكام باربعة من عشرة واحتمال البه زي ما لسه قايلين كان بكام بخمسة من عشرة وبعدين قالك حاجة جميلة قوي قالك ألف اتحاد به كانت بكام بسبعة من عشرة يا مستر دادني الاتحاد أيوة أنا سمعت برافو عليك طالب منك إيه بقى احسب احتمال ألف تقاطع به يا مستر داد حضرتك ادتني الاتحاد وعاوز التقاطع برافو عليك كويس إنك شاطر ومركز في التمرين عارف إيه المقطة وعارف إيه المطلوب أنا هنا عايز أجيب مين التقاطع أنا قلت لك من شوية يعني لو حضرتك عايز التقاطع تقول لي ألف تقاطع به بيساوي نفس قانون الاتحاد هقول له احتمال ألف زائد احتمال البه وبعدين تقول لي ناقص احتمال الاتحاد ناقص احتمال الاتحاد اشيل ألف وحط كام أربعة من عشرة اشيل به وحط كام خمسة من عشرة برافو عليك طيب الاتحاد بقى كام سبعة من عشرة تمسك الألة الحزبة تقول لي أربعة من عشرة زائد خمسة من عشرة ناقص سبعة من عشرة بتساوي اتنين من عشرة يبقى مين دا بقى اللي انت حسدته دا كان احتمال ألف تقاطع به بمنتهى الشطارة بحييك برافو عليك طيب عندي كده قدرت أحصل على الاتحاد قدرت أحصل على التقاطع قدرت أحصل على ألف فرق به وكمان ممكن نحصل على به فرق ألف تعال يا مستر ورينا واحدة على به فرق ألف علشان احنا عرفنا ألف فرق به اقولك هي هي اي مسألة فرق في الدنيا بتقول لي الأول ناقص التقاطع يعني انا عايز اجيب احتمال ألف فرق به تقول لي مين اللي تذكر الأول أيوة يا مستر فعلا اللي تذكر الأول احتمال ألف طيب عايز اجيب احتمال ألف فرق به تقول لي بيساوي احتمال ألف ناقص احتمال التقاطع دا كلام كويس جدا جدا وتعال نشوف تمرين على فكرة احتمال وقوع الحدث به وعدم وقوع الحدث ألف لما يقول لي اذا كان لما يقول لي ايه اذا كان الحدث ألف الحدث احتمال الحدث ألف بكام بستة من عشرة بكام بستة من عشرة واحتمال الحدث به كان بخمسة من عشرة كان بكام بخمسة من عشرة واحتمال ألف تقاطع به كان ب ثلاثة من عشرة احسب احتمال به فرق ألف أنا ما طلبتش ألف ونطلبها كمان ونعملها مع بعض واحسب كمان احتمال ألف فرق به هتقول لي يا مصر بالروحة خالص حضرتك قلت في موضوع التقاطع بقول في موضوع الفرق بقول اللي يجي الأول ناقص التقاطع تب نعملها مع بعض عشان أعزائي الطلبة يشوفوها مع بعض احتمال أنا عايز مين الأول به فرق ألف مين اللي تذكر الأول قدامك قلت لي به يبقى بيساوي احتمال البه ناقص احتمال التقاطع احتمال البه بكام قلت لي به خمسة من عشرة احتمال التقاطع كان بكام بتلاتة من عشرة يبقى نص ناقص تلاتة من عشرة يبقى فيها لتنين من عشرة حضرتك كده حسبت ايه أنا حسبت به فرق ألف حسبنا مين برافو عليك به فرق ألف طيب أنا عايز أحسب بقى ألف فرق به تمام هتلاقي ناس ما شاء الله شايف ناس ناس كالورق وحسبتها قبلي اللي هو عايز ألف فرق مين اللي جي الأول قلت لي ألف يبقى نفس القعدة هتقول لللي جي الأول ناقص التقاطع يعني الألف اللي جي الأول كان كام ستة من عشرة التقاطع بتاعنا كام تلاتة من عشرة يبقى ستة ناقص تلاتة يطلع تلاتة من عشرة يبقى إذن ما عنديش مشكلة لو أنا فاهم يطلب ألف فرق به أقدر أجيبها يطلب به فرق ألف أقدر أجيبها يطلب الاتحاد أقدر أجيبه يطلب التقاطع أقدر أجيبه وعندي قواعد جميلة جدا بقدر أستخدمها واخصر على الاحتمال اللي أنا عاوزه عندنا بعض التمارين اللي عاوزين نقولها مع بعض كمان لأنه مش دايما الإحصاب تيجي مسائل وبس لازم أتوقع جميع نوعيات الأسئلة اللي عندي زي ما شفنا في الامتحانات السنوات السابقة يقول لك مثلا أكمل أو ضع علامة صحة أو خطأ لما يقول لي أكمل ما يلي احتمال ألف نركز في السؤال ده احتمال ألف بيساوي واحد ناقص نقط دي حاجة اسمها المتمم يا أولاد حاجة اسمها المتممات نرجع بس نشرحها وبعدين نرجع نحلها تاني علشان الجزئة دي مهمة جدا في حاجة اسمها أهم عنها على الورقة بيقول لي احتمال الألف بيساوي واحد أهو الواحد ده أساسي الواحد ده ايه أساسي احتمال الألف بيساوي ايه واحد ناقص احتمال ألف شرطة واحد ألف ايه شرطة يبقى هنا ده متمم الألف شرطة وممكن كمان يقول لك ان الألف شرطة بييجي ازاي قلتلي برضو نفس الكلام يا مستر واحد ناقص احتمال الألف الأصلي دي قاعدة اسمها قاعدة المتممات قاعدة ايه المتممات اللي هي احتمال الألف اقدر اجيبه بدللة الألف شرطة واحتمال الألف شرطة وقدر اجيبه بدلالة الألف يعني يا مستر ممكن تيجي فيها سؤال طبعا ده فكرة لذيذة جدا وسهلة جدا وكلكم هتحبوها ان شاء الله بيقول لي اذا علمت ان احتمال الألف كان بسبعة من عشرة احسب احتمال الألف شرطة او اذا كان احتمال بيع السلعة ألف سبعة من عشرة احسب كان ممكن يقول لي بشكل تاني احسب احتمال عدم بيع السلعة ايه ألف اقول له بمنتهى البساطة انا عايز عدم بيع عدم بيع دي تبقى ألف شرطة تبقى ايه ألف شرطة ودايما اي متمم عندك تقول لي واحد ناقص الحدث الاصلي بتاعه يبقى واحد ناقص الحدث الاصلي عندي بكام بسبعة من عشرة يبقى واحد ناقص سبعة من عشرة قلتلي على طول يبقى عدم البيع بتلاتة من عشرة اذا ممكن نقول كلمة جميلة قوي مع بعض ان ودي فكرة لذيذة جدا برضو نستمتع بيها مع بعض يقول لي احتمال الف اللي هو الحدث الاصلي زائد احتمال الالف شرط اللي هو الحدث المتمم بيساوي نقط الالف اللي هو الحدث الاصلي والحدث المتمم لا كده برفو عليك سمعت ممتاز قلتلي بيساوي الواحد الصحيح بيساوي ايه الواحد الصحيح عرفنا الواحد اللي في القانون جاي منين عرفنا ليه لما قلت احتمال الف شرطة على طول قلتله ايه الاول واحد ناقص احتمال ايه الحدث الاصلي لذلك السؤال اللي معنا على الشاشة بقى هنا بيقول لي اكمل احتمال الف بيساوي واحد ناقص نقط هنشوف هو على الشاشة هتظهر احتمال الف بيساوي واحد ناقص نقط هقول لي احتمال الف بيساوي ايه مع بعض انا عايزك انت اللي تحله تقول لي احتمال الف بيساوي واحد ناقص احتمال الف شرطة برافو عليك قلتله احتمال الف بيساوي واحد ناقص احتمال الف شرطة طيب كمان بيقول لي ايه عندي احتمال الف فرق به اذا كان احتمال الف فرق به بيساوي احتمال الاول فقط اللي هو احتمال الف فان الف وبه احداث ايه برافو عليك احداث متنافية ممتازين كنت اتمنى اقعد معاكم اكتر من كده ولكن الوقت كالعادة بيحرمنا منكم اتمنى ان تكون حلقتنا نالت اعجابكم واتمنى ان نكون قدرنا نقربكم من النجاح بخطوات ودايما يا رب ربنا يحفظكم ويحفظ مصر كلها ودايما موفقين على شاشتكم شاشة مصر التعليمية كان معكم مصر فتح عبد الكريم بوزارة التعليمية